السلام عليكم سلاميذ الأعزاء درسنا لليوم سيكون كيف تتنقل الحيوانات في الماء وأهداف هذا الدرس هي أن نكتشف الأعضاء التي تمكن الحيوانات من التنقل في الماء مع تمييز كل عضو على حدة وأول شيء سنبدأ به هو ملاحظة الصورتين فلاحظوا معي لدينا في الصورة الأولى سمكة والسمكة تعيش في وسط مائي وتستعمل في تنقلها الأعضاء التي أشرت إليها باللونين الأزرق والأحمر وفي الصورة الثانية لدينا بطة وهي أيضا تعيش في وسط مائي وهي تستخدم قوائمها لكي تتنقل إذن بما أن الأسماك حيوانات مائية والبطة أيضا تعيش في الماء نستطيع أن نطرح السؤال التالي كيف تتنقل الحيوانات في الماء؟ ويمكن أن نقترح الجواب التالي على سؤالنا تتوفر الحيوانات المائية على أعداء مكيفة تمكنها من التنقل في الماء إذن نحن نطمح لكي نتعرف على الأعضاء التي تساعد الحيوانات في التنقل في الماء سننتقل الآن إلى أنجز لكي نتعرف على هذه الأعضاء وسنبدأ بالتمرين الأول أملأ الفراغ بما يلي ضرورية غير ضرورية هنا قاموا بلف زعانف إحدى السمكتين كما هو مبين في الحوض الأول لكي يتعرفوا هل الزعانف ضرورية لتنقل السمكة أم لا وإذا لاحظتم في الحوض الثاني فالسمكة لم تتحرك إذن الزعانف ضرورية لتنقل السمكة فبدونها لن تتمكن من التحرك أو التنقل أما الآن فسننتقل إلى التمرين الثاني سأقرأ لكم السؤال ألاحظ شكل القوائم عند البطة وسلحفات البحر ثم أملأ الفراغ بما يلي مجدافية راحية لدينا في الصورة الأولى بطة والبطة لديها قوائم وتلك القوائم تسمى بالقوائم الراحية لأنها تشبه راحة اليد إذن سنكتب تتنقل البطة بواسطة قوائم راحية أما بالنسبة للصورة الثانية لدينا سلحفات بحرية وهي تستخدم أطرافها الأمامية للتنقل كما لاحظتم فإن هذه الأطراف الأمامية تشبه المجداف إذن سنكتب تتنقل السلحفات بواسطة قوائم مجدافية إذن من خلال هذين التمرينين فنحن تعرفنا على الأعضاء التي تمكن الحيوانات المائية من التنقل إذن سنكتب الخلاصة التالية تستعمل الحيوانات المائية أعضاء مكيفة على التنقل في الماء وهي الزعانف والقوائم الراحية والأطراف المجدافية سعيد تستعمل الحيوانات المائية أعضاء مكيفة على التنقل في الماء وهي الزعانف والقوائم الراحية والأطراف المجدافية الآن سننتقل إلى أتبت أتبت عفوا ألون أعضاء التنقل في الماء عند السمكة بالرمادي البطة بالبرتقال البطريق بالأسود وسنبدأ بأول صورة لدينا وهي السمكة والسمكة كما أشرنا سابقا فهي تتنقل بواسطة زعانفها وذنبها قمنا بتلوينهما باللون الرمادي وأشرت إليهما بالخطوط الخضراء أما في الصورة الثانية فلدينا بطة والبطة تتنقل بقوائمها الراحية قمنا بتلوينها باللون الأصفر وأشرت إليهما بخط أحمر بالنسبة للصورة الثالثة فلدينا بطريق والبطريق يتنقل بواسطة مجدافين قمنا بتلوينهما باللون الأسود وأشرت إليهما بخط أسفل في انتدار لقائكم القريب إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر